أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس المزراء أكد على عمق العلاقات البحرينية الأردنية وما يجمع البلدين والشعبين الصديقين من روابط متينة أسهمت في نماء وتطور هذه العلاقات ودوها سمو ولي العهد بأهمية مواصلة العملية على تعزيز التعاون الثنائي بما يسهم في تحقيق النماء في مجالات أوسع جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر رفاعة اليوم دولة الدكتور عبد السلام المجالي رئيس الوزراء الأردني الأسبق حيث رحب سموه به وأشار بإساماته المتعددة في مجالات التنمية المختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية كما استعرض سموه خلال اللقاء مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وأكد ضرورة تكاتف الدول المحبة للسلام بما يوفر الأمن والاستقرار للمنطقة من خلال مجابهة كل ما من شأنه تقويضهما منوها بدور المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المجال وعملها الدؤوب للعمل على استثباب الأمن في المنطقة من جانبه أكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق على ما يجمع المملكتين الشقيقتين من علاقات متميزة وضرورة تطويرها بما يفتح مزيدا من التعاون على كافة الأصعدة مقدما شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القائد الأعلى ناب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يليه من اهتمام في توطيد علاقات البلدين والشعبين الشقيقين اشتركوا في القناة